اشلون تأثير فناتك الأكل وممكن أنها تتحول من أكلات صحية إلى أكلات غارة وما هي الأطعمة التي تحمينا من الأمراض السرطانية كل هالأسئلة راح تجاوبنا عليها ضيفتنا الأستاذة ثورية البلوشي رئيس قسم التغذية والإطعام في مركز الرعاية التلطيفية ياهلا ومرحبا فيك أستاذة ثورية وانا تشربت فيكم ووزاكم الله الفغير على التوعية الصحية اللي انتوا قعد قدمونها لك المشاهدين أستاذة نبي نبدي بأسئلتنا لهذا الموضوع جدا مهم يمكن فأول سؤال الفناتق اليوم موجودة والناس قامت تضاعف اللي قاعد يروحون صوب هذا النوع من الأكل اللي يكون فيه فناتق مدى تأثير على الحالة الصحية لدى الفرد يعني بشكل عام عندنا نوعين من الفناتق فناتق صحية مثل ما ذكرته اللي هي خلط مجموعة أغذية مثلا نخلط السلطة ونحط عليها نوع من أنواع المضادات الأكسدة زيادة مثل نحط عليها بذور القرع أنا يعني أتلكم شوية بذور القرع فيها ممكن تخلطونها على السلطة هذه نحن ضفنا فنتكة صحية بذور القرع معروفة أنها تحتوي على الأوميغا ثري يعني وممتازة تحطيناها مع السلطة أحطيتها نعم حتى لو تقصصون القرع تحطونها على السلطة البذور القرع والقرع بكبرها متروسة مضادات أكسدة فيها تحتوي على الأوميغا ثري البذور القرع تحتوي أيضا على مضادات أكسدة أيضا أثبتت دراسات كثيرة أنها تقلل من المشاكل التي عندهم التهابات المشاكل الحروق أيضا كلما خلطتوا خلطات حطيتوا مثلا زي زيتون على السلطة حطيتوا عليها كركم هذا كونت لكم طبق فنتكة صحية حتى العصير لو عصير خذيتوه وحطيتوا مثلا الأفوغادو الأفوغادو معروفة طبعا لازم يكون فرش العصير فرش فيه مضاد أكسدة وفيه فيتامينات رحت وضبتوا عليه مثلا عصير الرمان فأنتو خلطتوا نوعي من مضاد الأكسدة المضاد الأكسدة اللي يقيت جسمكم ويحميه من الأمراض السلطة أكثر مفيدة إذا خلطنا نوعين إذا خلطتوا بالعكس أنتوا هنا قويتوا المضاد الأكسدة حطيتوا نوعين يعني مثلا حطيت أنت اللون الأحمر مع الأخضر فأنت قويته هذه الألوان إحنا شونا نعرفها فعلا مثلا هذه الخلطة سنقول مثلا أفوكادو والرمان هل ممكن نخلطهم أول برتقال مثلا مع الكيوي فيه أشياء يمكن ما تكون مع بعض مفيدة خلطوا أشياء أقول لكم شو المعنات مضاد أكسدة مضاد أكسدة هو بطريقة ملونة أنك تاكل الفواكه الخضار أيضا حتى البهارات بطريقة ملونة كل ما لونت يعني أحمر أخضر أصفر فأنت هني خذيت بكج كامل من مضاد أكسدة فيتامينات معادل ألياف بطريقة ملونة شو نعرف أن أنا خذيت جميع الفيتامينات كل ما لونت كل ما بألوان الطيف تذكروا ألوان الطيف خلطوا طعام كن فيه ممتاز ولونا بنرجع على السؤال متى أنا عرفت هذا ما كان مفيد مثلا الخلطة اللي أنا بسويها فيه خلطة غير صحية بمعنى أن الناس اللي ياخذون الصلطة المفيدة المسكينة رحوا نحطون فيها مرتدلة ليش حطيتوا مرتدلة مرتدلة ما هي مفيدة معنا هني ألوان ألوان رحتوا حطيتوا الشيء الصحي حطيتوا غير صحي حطيتوا عليه المايونيز مايونيز متروس دهون يعني ألوان قصص فسوط طريقة صحية وحط أشياء طريقة صحية بدون إضافات غير صحية بدون إضافات غير صحية بس أكثرهم من يسون مثلا رجيم أو دايت نفس الطريقة اللي أنت قلتها نبثا سلطة هو ما يبياكلنا شويات نعم فدايما يطرق البروتينات مع السلطة فيحط الدياي مرتدلة ممتاز خلي حط الدياي هكذا الوجبة كاملة يحط مثلا الدياي يحط التونة يحط السالمون بالحكس هم هذا ممتاز هذا شي حلو بس يحط السلطة سلطة صحية اللي هي زيت الزيتون بس ما يحط الشاب مصنعة ايه يحط مثلا سلطة زيت القرع هم ممكن يحط أنواع البهارات يحط فلفل أسود عليه هذا كلها مضادات أكسدا ومضادات ممتازة نسوي السلطات الصحية وهل فعلا أن الأكل إذا انخلط بعد ذلك أحيانا يتحول إلى أكل سام يعني مضر الخلطات الغير صحية مثل ما ذكرتها ايه ممكن تضر تضر بمعنى شنو أنت زودت الدهون بجسمك والدهون كل ما زودت الدهون بخلطات غير صحية هذه معناتها أديتي إلى السمنة ما نبي احنا الدهون الضارة احنا نبي الدهون المفيدة اللي ناخذها من الزيت الزيتون زيت القرع ممكن ناخذها عن طريق بدرة الكتان حبة القرع هم تعتبر هذه من الدهون حتى حبة القرع ناخذها المتان عليهم يدون بالهم وعلى بأنها شي مفيد أروح أكثر منها لأنه دهون ترى كفشة أكل زين ممتازة ساذة إذا بنتكلم شوي عن موضوع اليوم شغل كل الأمانة اللي هي من خلال التغذية والأمراض السراطانية الله يكافيكم إن شاء الله وكيد مشاهديننا بأنه ممكن حالها يكون خلال التغذية السليمة أن أنت ما تواجه هذا المرض فخنتكلم من هذه الجزئية طبعا إذا أنا بقي نفسي من شيء اسمه سرطان أول شيء تسوونه الحفاظ على الوزن هذا رقم واحد دائما تذكر الناس المراجعين اللي عندي المرضى أهاليهم دائما حطين بالهم إذا كليت هذه الأكلة معنات تمنع السرطان إذا خذيت هذه العشبة تمنع السرطان لا مدى الحياة ما يرتفع حافظ بالوزن المعتدل لأن السمنة بينت أبحاث كثيرة إنها تؤدي إلى أكثر من ثمن أنواع من السرطان مثل سرطان التدي البروستاتا الجهاز الهضمي الكلة وايض سرطانات فلازم عموما يسمنا مفتاح كثير من الأمراض أيضا لو تعرف أن الكويت تتربع على عرش السمنة عالميا هي المرتبة الأولى 42% عندنا السمنة هذا شيء مخيب لكن نفس الوقت يمكن أستاذة نرى الكثير من أطعاف ومهتمين بالثقافة هل تحسين دراسة فعلا صحيح أنا لاحظت في الأواني للحين الفترة الأخيرة لقيت أن التوعية مطبيعية خصائي التغذية يعني مشكورين أنهم بالإنستجرام شقالين تلقى إجازة إجازة دراسية تلقى مسافر يصور ويبنع كل الأبحاث وقدمها من طبق من الذهب حق المشاهدين أيضا التلفزيون في واي التلفزيون التلفزيون تلقى يحطون شكلات توعوية معارض المعارض الصحية نوعي الناس الناس تلقى تلقى معلومات ولكن لدينا المشكلة أن هل أخذوا الشيء أخذوا مثل الذي عارف أن السرطان يسبب سرطان الرئة التدخين يسوي سرطان الرئة لكن يدخن ما أخذ السلوك المشكلة علينا التوعية لكن السلوك ليه الحين طب أنتم أفيا للخصائيين أحمد يريم مقاعد يصنون بهذا الشيء وقدم أرى أستجابة وأتوقع لأتوقع أن مرتبة الكويت باسمنا وائد أقل الحمد لله أنا أتمنى فعلا أي يسمين أن ينتبه صحتها ولكن أتوقع في صح أن ملون يمج ويمكن المشاهدين يتسألون شو نقصتها شوفي هذا طبق هذا أنا أتمنى لكلكم واليوم تروحون تسوون النفس لا تشترون افضو كارتون أو ورقة أو طبق الأبيض اخذوا قسموا بهذه الطريقة لو تلاحظون أن ثلث الأكل أكثر من النص أكثر من النص هو عبارة عن خضار وفواكه وفيه بروتين وفيه الحبوب والمنتجات الحليب نبتدي في الحبوب الحبوب المفروض أنكم تكثرون من البقوليات في سنة 2016 منظمة الصحة العالمية سمت السنة هذه سنة البقول سنة البقول لأن البقول والحبوب ممتازة تعتبع بروتين نباتي وإذا خلطتوه سويتوها كأنها لحم لأن سويتوه كامل بروتين كامل بالإضافة لأننا فيها فيتامينات مضادات أكسدا وألياب والألياب تساعد على تقليل نسبة الإصابة بسرطان القولون الفواكه ناكلها مثل ما قلنا بطريقة ملونة الحليب ومنتجاته يكون قليل أو خالي الدسم أيضا الخضار تاخذون جميع الخضار بطريقة كلما زدتو الألياب كلما قللتو الإمساق وبالتالي قللتو من مرض السرطان الثدي وأيضا الجهاز الهضمي واللحوم تاخذون الأسماك البيضة السالمون تاخذون مرة في الأسبوع تكونون نباتيين بكل مموش معدس الهريس بحدود هني رح يمتنون ذكرون هذه النقطة ممكن نقدر نختم فيها مع المشاهدين بأن التقسيم في الأكل والتوعية جدا مهمة وتطبيقها جدا مهم كل شكل الشسادة تريت على تواجس معنا اليوم وهذه النصائح المتأكد إن شاء الله مشاهدين راح يستفيدون منها مشاهدين وصلنا لختام هذه الحلقة وكيد نلتقي معكم إن شاء الله بحلقات يديدة نشوفكم على خير إن شاء الله ومع السلامة معنا